اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى مدينة عنابة على ان يسافر بقية الوفد المكون من المدرب ومساعده اضافة لطاقمين الاداري والطبي عبر رحلة عادية في انتظار توفير طائرة تقل الوفد بعد نهاية المباراة مباشرة باتجاه العاصمة لومي بغية وضع الهدف كيفين دينكي وبقية رفاقه في افضل الظروف للتحذير مباراة العودة وتعود فكرة تجميع اللاعبين بالجزائر الى تركيبة المنتخب الطوغولي المتكون من عناصر تنشط كلها خرج البطولة المحلية بدليل اخر قائمة اعدها المدرب ضمت خمسة وعشرين لاعبا ينشطون كلهم في بلدين اجنبية ويتوزعون عبر بطولات افريقية واوروبية واسيوية